موسيقى القوات العراقية تضيق الحصار على داعش في المنصر وأخبار الآن ترسد عمليات تفكيك المفخخات في حي الشفاء قتل وزير مالية تنظيم داعش في الأنبار وتضارب في الأنباء حول مصير البغدادي ومكالمات هاتفية تكشف تآمرا قطريا على أمن مملكة البحرين أسعد الله صباحكم بكل خير المشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من العراق اتقدرت الأمم المتحدة أن أكثر من مائة ألف مدني عراقي محتجزون لدى مسلحي داعش في وسط مدينة الموصل القديمة التي تسعى القوات الأمنية العراقية إلى استعادة السيطرة عليها يتذلك بينما أعلنت القوات الأمنية العراقية السيطرة على أكثر من 99% من مدينة الموصل إلى التفاصيل يتصاعد دخام من محيط الجامع النوري في المدينة القديمة للموصل آخر القلاع المتبقية لتنظيم داعش الذي خسر كل المدينة ليتحصن في 1% من مساحتها بحسب خريطة نشرتها خلية الأعلام الحربي التباعة للقوات العراقية المعارك العنيفة في المدينة القديمة تركزت في بعض أزقة حيباب سنجار التي لم تتمكن القوات المهاجمة من السيطرة عليها حتى الآن وفي محيط مدينة الطب الواقعة في حي الشفاء تعزيزات في طريقها إلى حي الشفاء لمسندة أعنف الجبهة الدائرة الآن في الموصل المعارك بدأت تتوسع في حي الشفاء بعد دخول أعداد كبيرة من مقاتلي فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية بمسندة من الطيران المروحي بسبب شدة المعارك الجيش العراقي قال إنه كبد داعش عشرات بين قتيل وجريح بينما نجح باستعادة نحو 30% من الحي من جانب آخر ذكرت قيادة عملية قادمون يا نينو أن قطعات فرقة المشاء الخامس عشر حررت قرى البوير واللزاكة والسلام والمنصور غرب الموصل وبينما لا تخلو البيانات العسكرية للقوات العراقية المشاركة في عملية تحرير الموصل من الإشارة إلى جهود تأمين نازح المدينة قالت الأمم المتحدة إن داعش يحتجز أكثر من مائة ألف مدني عراقي في المدينة وأن التنظيم يستخدمهم كدروع بشرية نقدر عدد المدنيين الذين يحتجزهم داعش في المدينة القديمة بمائة ألف نسمة وهؤلاء المدنيون محتجزون بأغلبهم بمثابة ذروع بشرية جلب داعش الكثير من هؤلاء معه عند انسحابه من أحياء أخرى هؤلاء المدنيون محرومون من المياه والغذاء والكهرباء ويعيشون في ظروف يتزايد فيها الرعب كما أنهم محاطون بالمعارك في كل جهة يضع عامل الزمن المزيد من الضغوط إذن على القوات العراقية للمضي قدما والتغلب على التحديات الجغرافية للمعركة للإسراع بتحرير باقي المدنيين من سطوة داعش أذى ويهرب مقاتلو داعش باتجاه الموصل القديمة تاركين خلفهم عددا من المفخخات في محاولة الاستهداف المدنيين والجنود العراقيين مراسل ناوي سام يوسف رافق القوات الأمنية العراقية خلال تفكيكها لهذه المفخخات هؤلاء الناجون من قبضة داعش في حي الشفاء الغربي الموصل بعد أن اتخذهم دروعا بشرية كانوا مسجونين لديه في هذه الغرفة التي تحوي على قنابل وأسلحة ليس هذا فقط بل كان التنظيم أيضا يحتفظ بالقرب من هذا المنزل بسيارة مفخخة ومعدل التفجير كميات المتفجرات الذي وضعها مقاتل داعش في هذه السيارة كانت كافية لقتل عشرات المدنيين حيث أضاف استوانات الغاز المنزلي لكي يزيد من شدة التفجير ويحدث أكبر قدر من الدمار واجبنا إلى عجلة مفخخة والحمد لله تمكنت مفخصة بكافة المتفجرات سقل الميسان لتقديم الدعم والإسنان للقوات الأمنية الشلطة التحادية من تفكيك عجلة مفخخة والحمد لله الوضع عاما وإن شاء الله عملية تفكيك المتفجرات من هذه السيارة لم تكن سهلة حيث أن مقاتل داعش يستعملون طرقا مختلفة في التفخيخ إضافة إلى عمليات التحوير في هذه السيارة المفخخة لتمكينها من حمل كميات أكبر من المتفجرات جارة نوع تيوتة مونيكة سوى تصفيحها كامل تصفيح من الجوانب وتصفيح داخلي بها مواد التفخيخ موجودة بطالة مال أكسجين داعش بطل أكسجين وخمس قنانة مال غاز البطالة مال أكسجين تحتوي على النترات والسجم الناعم وتحتوي على مواد متفجرة أخرى كسيفور وتم معالجتها وتفكيكها هوس التدمير والقتل الذي يسيطر على عقول مقاتلي داعش الإرهابي جعلهم يتفننون ويبتكرون طرقا مختلفة لقدل وإذاء المدنيين والقوات العراقية المتقدمة على حد سوى لكن الخبرة العسكرية التي اكتسبها جنود القوات العراقية مكنتهم من الاحتفاظ بالقدرة على معالجة مختلف أساليب التفخيخ في هذه المناطق التي تم تحريرها مؤخرا في الجانب الأيمن من الموصل أعلن القوات سوريا ديمقراطية تمكنها من تحرير حي الصناعة في الرقة بالكامل من احتلال مسلح داعش مضيفين أنهم بدأوا باقتحام حي البتاني في الجانب الشرقي لمدينة الرقة وقالت القوات في بيان لها نشرته قيادة حملة غضب الفرات إن قوات سوريا ديمقراطية قضت خلال اشتباكات عنيفة تتواصل في الأطراف الشرقية والغربية للمدينة على 22 فردة من مسلحي التنظيم من بينهم ثلاثة قيادين هذا وتقترب قوات سوريا ديمقراطية من السيطرة على محيط منطقة المربع الأمني في مدينة الرقة بعد التقدم الذي أحرزته في حي الجزرة والسبهية والمشلب في حين تستمر المعارك على المحاور الثلاثة وفي الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء عن بدء انسحاب أفراد داعش من الرقة ينفي مقاتلون في سوريا الديمقراطية ذلك ويؤكدون أن أفراد التنظيم يحاولون التسلل إلى النقاط المحررة مؤخرا التفاصيل في سياق التقرير التالي ساعات من الهدوء النسبي ووقف لإطلاق النار غير متفق عليه في شوارع الأحياء المحررة من قبضة داعش في مدينة الرقة توجهنا خلالها إلى أقرب نقطة فاصلة عن مسلح التنظيم هذا هو المربع الأمني في المدينة الذي تنطلق منه هجمات داعش مع بداية تحرير الرقة يتجول مصعب المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية مع رفاقه للبحث عن ألغام وعبوات مزروعة في الطرقات ومفارقها ويحاول اكتشاف ثغرات قد يستخدمها داعش في التسلل إلى الأحياء المحررة صحة الأخبار أن داعش تنسح من مدينة الرقة والأحياء طبعا نقوم بالتقدم إليها عارية عن الصحة اشتباكات عنيفة جدا جدا بين قوات سوريا الديمقراطية مجموعاتنا ومرتزغة داعش في الليل والنهار طبعا داعش تحاول التسلل على النغاط في المساء في صباح الباكر اشتباكات تستمر في الليل والنهار حتى تدخل مركز المدينة في الجانب الآخر عمليات رصد وتتبع للأبنية التي تتمركز عليها قناصة داعش فالتنقل بين الأحياء المحررة ليس سهلا وقد يتطلب في معظم الأحيان تغطية نارية غارة للتحالف على موقع جديد لداعش تستنفر على إثرها سرايا المشات المنتشرة في الأحياء تحسبا لردة فعل مفاجئة لقد استخدم داعش عربات مفخخة وألغاما حساسة بالإضافة للإنغماسيين في حيلرميلة وحاول دس الانتحاريين بين المدنيين ليفجروا أنفسهم عند الوصول إلى قواتنا وكنا متيقظين لذلك على امتداد جبهات الثلاث الشرقية والشمالية والغربية تعمل قوات سوريا الديمقراطية على اكتساب الوقت وتحرير أحياء جديدة ومنع داعش من التفكير بالكر على المواقع التي خسرها من خلال الضغط والتقدم المتواصلين أحييكم من جديد كشفت مصادر عسكرية عراقية لأخبار الآن قتل ما يعتقد أنه مسؤول المكتب المالي العام لداعش بضربة لقوات التحالف الدولي في ولاية الفرات وقالت المصادر أن المدعو فواز جبير الراوي استهدف بينما كان يقود سيارته على طريق ألب كمال القائم شمال غربي محافظة الأنبار العراقية أكدت قوات النخبة السورية التي تدربها الولايات المتحدة أنه ليس هناك مؤشرات على قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في قصف الروسي بالقرب من الرقة أواخر شهر مايو آيار الماضي كما أعلنت موسكو في المقابل نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى وزير الخارجية سرغي لافروف قوله إن روسيا ليس لديها تأكيد بأن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قتل ليس لدي تأكيد بنسبة 100% على المعلومات المتعلقة بمقتل أبو بكر البغدادي إذا تأكد ذلك سيشكل ضربة قاسمة لكن تقييم الوضع حول قوته سيستمر حتى القضاء عليه إذن يتكبد تنظيم داعش يوميا خسارة عشرات من أفراده وقادة الصف الأول الذين لم يبق منهم إلا القليل إذ أصبحت خسارته كبيرة ولا يمكن إحصاؤها ولم يعد يكبد نفسه عناء رثائي أي من قادته ما يكشف حقيقة العلاقة بين البغدادي ورفاق دربه من قادة الصف الأول الذين زج بهم في المعارك وبقي ينعم بأمان في مكان ما بين سوريا والعراق قد يكونوا تحت الأرض في التقرير أتالي مشاهدين نصلط الضوء على أسباب امتناع البغدادي على رثائي قادة التنظيم الذين قتلوا خلال الفترات الماضية قادة يتساقطون تباعا ومئات الأفراد يموتون يوميا وكل ذلك في سبيل تنظيم البغدادي الخليفة المزعوم الذي يختبئ بأمان فيما يترك قادة تنظيمه عرضة للموت فهو عاجز عن حمايتهم أو حتى عن توجيه كلمة ترثيهم أو ترث رفاق دربه المقربين اعتاد داعش أن يرثي قادته مثل ما حصل حين قتل الشيشاني والسويداوي والأنباري والتركماني وغيرهم من قادة الصف الأول الذين رثاهم البغدادي أو وزير إعلامه المقتول أبو محمد العدناني إلا أن المعادلة تغيرت في الأشهر القليلة الماضية التي خسر فيها داعش الكثير آخر رثاء للبغدادي كان مطلع تشرين الثاني نوفمبر 2016 عندما توجه بكلمة إلى مؤيديه شحذ فيها همامهم وتطرق إلى مقتل رفيقي دربه وذراعي التنظيم الإعلامية أبو محمد فرقان وأبو محمد العدناني ليغيب حتى مطلع آذار مارس 2017 حين ضاق القناق عليه أكثر في مدينة الموصل فخرج بكلمة تهديد ووعيد دون أن يرثي أحدا أو ينطق بكلمة تتحدث عن قادته المقتولين أو رفاق دربه خبراء في الجماعات المتشددة يرون أن امتناع البغدادي عن رثاء أحد قادته في الآوين الأخيرة يعود لسببين أولهما ارتفاع أعداد قادة الصف الأول المقتولين في الأشهر الأخيرة والثاني انفصال البغدادي عن واقع الأحداث نتيجة اختبائه بعد تضييق الخناق على أفراده في سوريا والعراق بالفعل البغدادي أصبح منفصلا عن الواقع وخاصة بعد خسارة البعاج فهو مختبئ خائف من خيانة المقربين الطامعين بالحصول على 25 مليون دولار لقاء رأسه لقد أصبح البغدادي معزولا تماما وصلة الوصل بينه وبين العالم الخارجي وأفراد التنظيم المتطرف هو أبو يحيى العراقي أو إياد حامد الجميل بحسب ما أكده خبراء لأخبار الآن فالبغدادي أصبح متوترا وحذرا للغاية في تحركاته ودائرة الثقة الخاصة به أصبحت أصغر لم يبقى إلى جانب البغدادي من قادة الصف الأول إلا معاونيه الرئيسيين وهما وزير الدفاع في التنظيم إياد العبادي وإياد الجميل المسؤول عن الأمن والذي قد يكون هو الآخر قد قتل في الآوينة الأخيرة والبغدادي غير قادر على رثائه أرض الخلافة المزعومة تتلاشى سريعا وخليفتها مختبئ لا يملك أرضا يحكمها بث تسجيل لمكالمات صوتية بين المستشار الخاص لأمير قطر حمد بن خليفة بن عبد الله العطية والإرهابي البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان يتأمران فيه على إثارة الفوضى في البحرين يتضمن التسجيل المسرب أربع مكالمات للتنسيق وتبادل المعلومات وأسماء المصادر المعارضة التي ستظهر للحديث على قناة الجزيرة الإرهابي البحريني حسن سلطان مطلوب في البحرين وهو من قيادات الصف الأول في حزب الدعوة أذا وكشف وزير الخارجية السعودي عدل لجبير أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين يعدون قائمة من الشكاوى ضد قطر سيتم تقديمها قريبا مشيرا إلى أن كل العالم وليس دول الخليج فقط تريد من قطر أن توقف دعمها للإرهاب وضف لجبير أن الإجراءات التي تخذتها الدول الأربع بحق قطر هي رسالة قوية للدوحة بأن دعم الإرهاب وتدخل في شؤون الدول الأخرى أمر غير مقبول مشيرا إلى أن هذه المطالب فيها مصلحة لقطر أيضا إذا التزمت بها أذا ووصل وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو إلى مكة المكرمة في إطار مساعيه الرامية إلى حل الأزمة الدبلوماسية في الخليج حيث استقبله الملك سلمان بن عبد العزيز كما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وبحث تطورات الأحداث في المنطقة أزمة اقتصادية وفقر وبطالة يعانيها قطاع غزة وفق ما ذكر خبراء وممثلون عن منظمات دولية ومختصون في الاقتصاد وضع اقتصادي دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن الأسباب ومن يتحمل مسؤولية ذلك نتابع لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه أهالي غزة والذي دفع بالقطاع إلى شفى حفرة من الانهيار وضع مترد ينذر بكارثة إنسانية وانفجار اجتماعي فازدادت أسعار السلع بشكل غير مسبوق وازدادت معها معدلات البطالة وبطئت عملية الإعمار بعكس ما كان يأمل أهل غزة وضع اقتصادي دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن الأسباب ومن يتحمل مسؤولية ذلك في السنة الماضية ارتفعت معدلات البطالة لتبلغ 43% في الربع الثالث من السنة وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد على 218 ألف شخص بحسب ما ذكر مركز الإحصاء الفلسطيني في شهر كانون الثاني يناير الماضي وتعد معدلات البطالة في القطاع هي الأولى عالمياً وفق البنك الدولية عندك قلاب بطالة بما فيه الكفاية يعني 80% من الشعب بطالة طب هذا البطال منهم بدي يجيه منهم بدي يصليه وفاقد الشيء لا يعطيه طبيعي هذا فاقد الشيء لا يعطيه فأنت طالما بتعيش على المعونات ما فيش إنتاج داخلي ما فيش جهد منتج فأنت إما أن يمن عليك وإما إيه ما يعطيك والله وضع غز حالياً من أسوأ لأسوأ يعني الظروف صعبة جداً الماديات ضعيفة عند الجميع الشغل برضو ما فيش شغل يعني إحنا سنعنا نتخرج وما في نشتغل بشهادتنا يعني سر الواحد يخلص شهادة كويسة ويشتغل سواء على الخط ولا يشتغل بيع في محل يضاف إلى معدلات البطالة فقر مدقع يعانيه سكان القطاع وأزمة أخرى تتمثل في انقطاع الكهرباء حيث يحتاج القطاع إلى نحو 450 ميجاوات من الكهرباء على مدار الساعة بينما لا يتوفر حالياً سوى 150 ميجاوات فقط إيش أوصف لك وانت قاعد وصفت كل الوطن أنا نفسك إيش أوصف لك ما انت شايف على أرض الواقع كل شيء قدامك إيش أوصف لك عالم عايشة في بؤساء تسمعش كلمة بؤساء وأهل غزة اليوم في وضع البؤساء أول حاجة أول حاجة أي شعب أو أي عالم بيعيش في الظلمة في الشهر الفضيل في امتحانات في وضع شهر فضيل شهر عبادة مشوفش الكهرباء بالنسبة للوضع يعني الوضع يعني ما السيء أسوأ من السيء شايف كيف وضع الناس يعني تعبان جداً 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 فيه ناس طال عفوق شايف كيف وفيه ناس ناس اللي تحت الأرض شايف كيف الوضع يعني تباحهم تحت 100 ألف سفر فالناس مش قدرة تتحمل يعني اللي عندي اللي هنا بكفي فللأمان يعني لازم نشوفونا حل حرام عليهم يعني خطيتنا في رقاب وما ذول اللي مسكيننا شايف كيف وحكميننا شايف كيف ومش راضين يخلوا الناس تنفس سنوات عدة وحماس على سدة الحكم في غزة قامت خلالها بإدارة شؤون المواطنين ولكن هناك مفارقة واضحة وفق تلك الشهادات مفارقة تظهر أن حباس أخفقت في إدارة شؤونها الداخلية فإلى متى ستبقى غزة وشعبها يدفعون ثمن إدارة حماس أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير بين الصحفة العربية لهذا اليوم مشاهدينا خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها زيادة وزن الأم ترفع خطر إصابة الطفل بالعيوب الخلقية كشفت دراسة علمية حديثة أن زيادة وزن المرأة يرفع خطر حدوث تشوهات خلقية للطفل في الرحم وجد الباحثون أن زيادة الوزن تزيد من خطر العيوب الخلقية بما في ذلك مشاكل في القلب وعيوب الأطراف ومشاكل في الجهاز الهضمي من صحيفة النهار إلى كل محبي البطاطا المقلية عليكم التوقف عن تناولها فورا أثبت دراسة علمية جديدة أن تناول البطاطا المقلية يتسبب بارتفاع خطر الوفاة وأن الأشخاص الذين يكلون البطاطا المقلية أكثر من مرتين أسبوعيا مهددون بالوفاة أكثر من الأشخاص الذين لا يتبعون هذه العادة واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة الصين تقرر تطعيم الدواج ضد إنفلاوانزا طيور الشهر المقبل قررت الصين تطعيم الطيور الداجن الشهر المقبل ضد فيروس إنفلاوانزا طيور وذلك بعدما حصد مئات الأرواح خلال الشتاء الماضي وسبب ضررا كبيرا للصناعة وختام هذه جولة صحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية التي عنولت بين صفحاتها اغسل يديك لتعيد ترتيب أفكارك كشفت دراسة جديدة عن أن غسل الأيدي لا يجعلها نظيفة فقط ولكن يمكن أن يساعد في تخليص الدماغ من الأفكار القديمة وإعادة ترتيب الأفكار نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا في شهر رمضان يتغير نظام الصائم الغذائي بشكل جذري حيث هناك وجبتان فقط هما السحور والإفطار وما بينهما وبالتالي فإن هاتين الوجبتين تشكلان جزءا أساسيا من الصيام لذلك ينبغي أن يكون السحور صحيا الزميلة مونة عواد معدت فقرة التغذية في أخبار الآن لديها التفاصيل تناول وجبة الصحور في شهر الصوم له فوائد صحية كثيرة منها الحفاظ على مستوى السكر في الدم خلال مدة الصيام وتخفيف الشعور بالجوع والعطش خلال النهار والتقليل من الشعور بالكسل والخمول ولكن تلك الفوائد الصحية لن تتحقق إلا بتناول وجبة صحور صحية لكن كيف يكون الصحور صحيا لنتعرف على ذلك مع خبيرة التغذية والصحة لما النائل نتابع بالبداية بحب يشدد على تناول وجبة الصحور وجبة الصحور هي من الوجبات الكثير مفيدة حتمت جسمنا باليوم الثاني بالطاقة بالحيوية إذا ما تناولنا وجبة الصحور حنكونتنا اليوم كثير تعبانين لكن طبعا يجب أن تكون مكونات وجبة الصحور مثالية غنية بيه البروتينات الصحية حتى نحن نشبع باليوم الثاني لازم يكون فيها ألياف غذائية كمان لحتى نشبع ونعدل معدل سكر الدم وما يسيبنا مشاكل صحية ويكون فيها جزء من الخضار والفواكه كرمان ناخد فيتامينات مع عادة نضن النشيطين باليوم الثاني ونشرب الماء لكن مو بكثرة لأنه تناول الماء بكثرة على وجبة الصحور حيسبب طرح للماء الإضافية اللي نحن أخدنا وبالتالي ممكن أنه ناخد للأشخاص اللي عندهم شغل تاني يوم بدنا نركز أنه يتناولوا مصدر بروتين مثل بيضة مسلوقة مع خبز حبوب كاملة جنبها صحن من الخضار كوب من الروب قليل الدسم ممكن ناخد سلطة فواكه كمان بتاعت كتير نشاط وطاقة حيوية ما نهم من وجبة الصحور حتى لو كان بهدف السيدات أو الرجال تخفيض الوزن إذا ما تسحرنا بالعكس الوزن ماي حينزل وحيصير عنا مشاكل صحية أكتر لحينزل الميتابلزم والحرق جدا جدا بالشهر رمضان حافظوا على وجبة صحور مثالية وصحية ما يكون فيها ملح ما يكون فيها مخللات ما يكون فيها سبايسيز كتير لأنه البهارات والمواد الحارة على وجبة الصحور تسبب العطش وفقد الماء بالجسم وبالتالي كمان بتكون عادة غير صحية أبدا من الأفضل تأخير وجبة الصحور لأن ذلك يساعد على التقليل من الشعور بالجوع والعطش ويعين الصائم على أداء مهامه اليومية دون تعب أو إرهاق وتذكر دائما غذائك حياتك في أخبارنا رياضية قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عن ريال مدريد الإسباني وفق ما كشفته مجموعة سكاي سبورتس وقالت المصادر أن رونالدو عبر عن غضبه بعد تهامه مؤخرا بتهرب من دفع الضرائب وأبلغ نادي العاصمة الإسبانية بأنه لا يريد البقاء في إسبانيا وبعيدا عن الرياضة أخذت مؤسسة غير ربحية في نيويورك على عاتقها مهمة علاج الطيور المريضة أو المصابة في المدينة ويتعرض معظم المرضى في هذا المشفى لإصابات جراء الارتطام بنوافذ المباني أو الدعس من قبل السيارات أو السقوط من أعشاشها القوات العراقية تشدد الحصار على داعش في الموصل وأخبار الآن ترسد عمليات تفكيك المفخخات في حي الشفاء قتل وزير مالية تنظيم داعش في الأنبار وتضارب في الأنباء حول مصير البغدادي ومكالمات هاتفية تكشف تآمرا قطريا على أمن مملكة البحرين بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدين الكرام عوضو ألتقيكم بعد قل من نصف ساعة في موجز الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة